دكتور هاريس كما توجد غرفة مقابلة للمدخل مباشرة عند نهاية المحور الرئيسي إنه منزل روماني كلاسيكي لكنه دائري بدلا من أن يكون مربعا أو مستطيلا دكتور هاريس سأقوم بتوضيح الصورة قليلا دكتور فراشر حسنا هاريس يمتلك هذا المنزل السبة القطرية للمنازل الرومانية دكتور فراشر أجل هاريس ويتمتع بإطلالة من الخارج إلى الداخل باتجاه فسحة الأتريوم التي لا بد أنها كانت مفتوحة وأتاحت تجميع المياه في مصرف مياه الأمطار وخلف ذلك توجد غرفة مقابلة للأتريوم مباشرة وهي غرفة مكتب أو غرفة اجتماعات لكن تتخذ شكل دائرة حيث تم تحويل ما هو مستطيل الشكل إلى دائري عن طريق خندق وعند النظر إلى نهاية الغرفة عبر المحاور التي نظمها هاريس يمر نظرنا بشكل لا نتوقع وجوده في العمارة الرومانية القديمة وهي مساحة بيضاوية محاطة بأعمدة دكتور فراشر أراد هادريان جعل المساحة دائرية ثم تجزئتها إلى أجزاء بيضاوية أصهر ونستطيع رؤية أجزاء بيضاوية أو أجزاء من أشكال بيضاوية في كل مكان نعلم أن الفنان ليغوريو شاهد هذه الأنماط عندما قام بمسح الموقع في القرن السادس عشر كما قام الكاردينال بابريني الأب بجعل كونتينيني ينشر ملاحظات ومخططات ليغوريو وبالتالي اشتهر ذلك في بدايات الحركة الباروكية وهي حركة ثقافية في فن العمارة الرومانية في مدينة روما بواسطة أشخاص مثل بوروميني دكتور هاريس أحب الإمبراطور هادريان المباري الدائرية وتساوي هذه القاعة حجم معبد البانثيون وقد تزامن بناء هذا المنزل مع وقت بنائه لمعبد البانثيون ويجسد ذلك فكرة كمال الإمبراطور أو كمال العالم المتمثل في شخص الإمبراطور ثرشر وقد كانت الدائرة بالنسبة للفلاسفة القدماء هي الشكل المثالي حيث لم يوجد ما هو أكثر مثالية من الدائرة أو الكرة أعتقد أنه أعجب بذلك وقد راقت له فكرة خوض تحدي تحويل المنازل المستطيلة الشكل إلى دائرية على أساس جمالي دكتور هاريس عند النظر إلى أرضية معبد البانثيون أو جدرانه ورؤية الغلاف الرخامي نلاحظ وجود دوائر ومربعات وهي أشكال أهندسية أساسية دكتور فرشر أجل وهذا تباين إبداعي يخلق أشكال جديدة دكتور هاريس يبدو أن الإمبراطور أراد الحصول على الخصوصية دكتور فرشر أجل بتتبع التاريخ الإمبراطوري علم هادريان أن العديد من الأباطرة تعرضوا لمحاولات تهدد حياتهم لكن بشكل عام غالبا ما كانوا يشعرون بالضيق أينما ذهبوا هناك قصة عن أحد أسفار هادريان أوقفت إمرأة الإمبراطور لتسترحمه فاعتذر منها لأنه لا وقت لديه بسبب إنشغاله فقالت المرأة إذن عليك التوقف عن كونك إمبراطورا كان من المتوقع أن يكون التواصل مع الأباطرة سهلا لكن بالنسبة لهادريان فقد أبعد نفسه ودع الأشخاص الذين أراد أن يكون معهم فقط سواء من أجل أغراض اقتصادية أو اجتماعية دكتور هاريس يحتوي المكان على غرف نوم وحمامات وأماكن استحمام يتم النزول إليها لأنها على مستوى الخندق المائي وعند الجلوس في مياه الاستحمام يمكن النظر إلى المياه المحيطة فرشير يمكن اللعب في الماء أيضا دكتور هاريس من الصعب تخيل مدى رفاهية هذا المكان عند النظر للأعلى إلى البقعة التي استمد منها المكان اسمه نرى تماثيل بارزة ذات أشكال بحرية وكائنات اسطورية مرتبطة بالماء دكتور فرشير تم الحفاظ على بعض الأجزاء على السطح المعمد وهناك أجزاء من القطع الأثرية بحالة أفضل في الموقع دكتور هاريس إن حجم المكان متوسط فهو ليس ضخما ويبدو كملجأ للخلوة بالفعل دكتور فرشير أعتقد أن كل ما فعله هادريان كان على المستوى الإنساني أقول دائما لمن يصلون إلى معبد البانثيون أن يتوقفوا عند العتبة ويرفعوا رؤوسهم ليتمكنوا من رؤية العين الموجودة في السقف والأرضية وجوانب القاعة المستديرة إن هذه الأجزاء جميعا محدودة بنظر البشر لكن هذا مكان أكثر حميمية وراحة لقد تعامل هادريان مع الأماكن بفخامة وواقعية وأرادها أن تكون رسمية لكن حجم هذا المكان يماثل حجم منزل صغير في مدينة بومبي يعود لأحد أفراد الطبق المتوسطة وقد قام بذلك ليمنحه هذا المكان شعورا بالراحة دكتور هاريس هذا مكان غير رسمي من أجل إمبراطوري روما دكتور فرشير إنه غير رسمي لكن يجب القول أنه فارح لأنه مصنوع من الرخام ويتكون من منحوتات ويحوي مواد ثمينة وتتجلى فيه الحرفية والمهنية عند أعلى مستوياتها وحقيقة كونه صغيرا لا تعني أنه لا يتسم بجودة عالية لا نعلم ما هي المنحوتات أو التجهيزات أو الأثاث الذي كان موجودا ربما غطى الإمبراطور صغر حجم المكان باستخدام مواد ثارهة ومواد مصنوعة بحرفية دكتور هاريس أعتقد أنه قام بذلك بالفعل ترجمة نانسي قنقر